أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الشروط التي وضعت بالنسبة لقطر هي من وجهة نظر الدول الأربع مصر والسعودية والبحرين والإمارات ضرورة وحتمية حتى يتم حماية أمنها القومي وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري الشروط الموضوعة من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين لتجاوز الأزمة الحالية مع قطر بأنها ضرورية وحتمية لحماية الأمن القومي للدول الأربع وتغيير منهج السياسة القطرية الداعم والممول للإرهاب الذي يستهدف استقرار الدول الأربع ويستهدف الأمن القومي العربي ككل نحن في وقفة مع حكام قطر وهذه الوقفة لا يمكن أن العالم العربي سيتراجع أو ينهازم أمامها اللي حينتصر في النهاية هو العالم العربي وقطر في النهاية وأعتقد أن الشعب القطري لن يسمح باستمر هذه المهزلة التي يقوم بها حكامه وشدد شكري على أن التنصيق مستمر ووثيق بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين في هذه الأزمة نافيا ما يتردد من تقارير إعلامية عن أن الموقف الخالجي تجاه قطر سيكون أقل عما هو عليه الآن خلال الأيام القادمة قطر تحاول أن تراهن على الوقت والممطلة والمراوغة لتبريد هذه الأزمة وفك العزيمة من موقف الدول الأربعة لكن في المقابل الدول الأربعة السعودية ومصر والبحرين والإمارات هي موقفها واضح ومستمر وسابت وربما لا يتزعزع وهي أن أي تغيير وأن المصالحة والخروج من هذه الأزمة يرتبط بشكل أساسي بتغيير الموقف القطري وأن الحل يأتي من قطر ومن نظام القطري وتعديل سياساته وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن الساحة الدولية ربما فوجئت بالأزمة وتحتاج إلى مزيد من التنصيق لصياغة سياستها مضيفا أن الدول الغربية لها مصلحة في إنهاء الأزمة وعدم تفاقمها لكنها لا تدعم الموقف القطري ووصف تعليقات الرئيس الأمريكي تجاه الأزمة بأنها إيجابية تنصيق قوي ومستمر بين دول المقاطعة لقطر وتحركات مشتركة على المستوى الإقليمي والدولي أصمى عبد المقصود الإغبارية القاهرة